السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبابي في قناة ومشاهدة وطيورها النهاردة باذن الله زي ما انتم شايفين كده طبعا احنا متعودين ومتعودين معايا باذن الله ان انا طبعا بقى فطر الطيور بتاعته كل يوم خضرة الصبحية وكمان الخضرة دي بتبقى وجبة اساسية لهم كل يوم اذا كان بقى عندي مثلا تنظيف خضار بجيب خضار من بره مثلا وبدهولهم او بجيب برسيم او ربة يعني حاجات كده بتبقى مفيدة مش كل تركيزة على العلف طبعا احنا عارفين الاعلف زادت جدا 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 في السعر دلوقتي شقارة العلف الواحد وعشرين في المية نسبة ببروتين عاوز اقول لكم اللي هي السوبر الشقارة دي دلوقتي بمتين وسبعين جنيه او بمتين وستين جنيه شقارة دي شي انا كنت بجيبها بمية وخمستاشر الوقتي بمية خمسة وسبعين جنيه يعني الحاجة زادت ضعف وضعفين طبعا ربنا يقدرنا يا رب ويقدر كل اللي عنده طيور طبعا كل الناس اللي عندها طيور دلوقتي وبتربي دلوقتي عندها مشكلة حصرية ومشكلة كبيرة جدا لان طبعا احنا الاول شقارة العلف غلت من مية وسبعين جنيه لمتين وسبعين جنيه يعني ضعف رهيب جدا 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 ربنا يقوينا يا رب ونعرف طبعا الطيور بتاعتنا نبتدي بقى ان احنا نشوف بداية طب ايه البداية اللي احنا ممكن نشوفها? هقول لكم بس عاوز اقول لك لو انت اول مرة تشوفي قناتي يا ريت انزا تشتركي فيها واتفعل الجرس ويا ريت اعملوا لايك. اهم حاجة يا جماعة اعملوا لايك. اللايك والله العظيم ببلاش مهوش بفلوس يعني انت هتحط لايك وانت بتتفرجي على الفيديو. زي ما انتم شايفين طبعا كده. انا اول حاجة بعملها وزي ما عاودتكم معايا. والناس الجديدة اللي معايا على القناة اللي لسه اول مرة تشوف. انا اه بفطر كده الطيور بتاعت كل يوم. اه بديهم يا برسيم يا ربا. بديهم كمان خضرة. اه فعند مسلا تنضيف كروم بتنضيف خضرة. تنضيف اي حاجة موجودة عندي. اه شغالة معايا يعني بتبقى وجبة اساسية كل يوم الصبح. اه على العصرية كده او بعض العصر بعمل لهم دي شيشة. دي الشي اللي هي اي جماعة وناس كتيرة جدا سألونا عليها قبل كده. دي الشي دي بتبقى كسر ورز وردة. اه ودورة مجروش اللي هي اللي هي الدورة الصفرة وكمان فيها كذب. وكمان فيها آآ نسبة من العلف بس النسبة بسيطة. كل ده بيبقى آآ بتبقى الشيكارة بتبقى آآ بتبقى فيها الحاجات دي كلها. الشيكارة كنت باجيبها الاول آآ خمسة وعشرين كيلو كنت باجيبها بمية وخمستاشر الوقتي النهاردة جايباها بمية خمسة وسبعين جنيه. شقارة العلف السوبر اللي هي واحد وعشرين في المية اللي هي نسبة بروتين. عاوز اقول لكم جايبها ب270 جنيه يعني الحاجة زادت الضعف ضعفين ربنا يا ربي اوينا طبعا بس طبعا احنا لازم كده نتنفكر بسرعة ونشوف بدايل يعني ايه بدايل؟ يعني برضو لازما لو احنا طبعا عندنا حاجة منتجة عندنا بط بيطلع انتاج عندنا فراخ مثلا بالبيت بياض لازما نداه حاجات برضو علشان خاطر ان احنا منمنعش العلف والموت الحاجات دي جنبنا وفي نفس الوقت ناخب منها انتاج حتى لو احنا ناخب منها نص الانتاج اللي كنا بنستهلكه الاول يعني ايه يعني مثلا لو احنا مثلا انتو كل يوم بتأكلي مثلا يعني كل يوم 6 كيلو مثلا من العلف بتوزع ايه على جميع الطيور بتاعتك اذا كان بقى كتاكيت فراخ بيضة فراخ بلدي بط صغير بط كبير طب ليه احنا مثلا بدل 6 كيلو دولت نستعمل مثلا 3 كيلو 3 كيلو دولت خلوه لهم موجبة اساسية بعد العصر خلاص والصبح بقى اكليهم بقى اي خدار عندك موجود في قلب البيت يا ستي ما فيش عندك متوفر خدار في قلب البيت لقم تعيش كده حتى كمان العيش كمان عاوز اقولكم ان هو غير يعني احنا الاول كنا العيش بتاعي التومين كل يومين 3 بنبدأ نجيب البطاقة وكده وكان بيبقى فيه شوية تعيش مثلا او شون تتعيش ما تاكلتش بناخدها بنكسرها على رغفين من الجران على مش عارف ايه وكده كنا بناخد الحاجات ده بنكسرها وبنرميها للبط مع العلف وكنا بينسمن وبنكبر دلوقتي كل حاجة غلت يعني الغيف العيش دلوقتي لألف حساب وحساب ما عنتش هتطلعي للطيور كده قبل ما هتطلعي طبعا لازم هتكون عامل حسابه ألف مرة فأنا زي وزي ناس كتير جدا 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 أنا قليت الطيور بتاعت كلها اللي كانت على السطح دبحت جميع النطي اللي عندي ما عاتش فيه عندي حاجة وكمان دبحت كان فيه عندي دكر كبير دبحته يعني خلاص كده ما عاتش عندي دلوقتي للاربع نطي والدقارين اللي هم بيكسروا مو معايا كده كم نتاية زغيرين يعني كل بتاعت ثلاثة أو أربع نطي بس هم زغيرين دول هسيبهم بإذن الله كده لما يكبروا إن شاء الله كده يطلعوا لي برضو إنتاج ما نشهد بحهم فهم دولة اللي موجودين عندي دلوقتي واللي موجودة عندي دلوقتي كمان الفراخ البيض اللي هالف أيومه والبلدي فطبعا دولة ما أقدرش إن أنا ما أكلهمش عشان دول طبعا أنا بأخذ من وراهم بدل ولادي طب إيه البديل العيش إيه بديل العلف اللي أنا حطوه لهم هقولك أنت ممكن تحطوه لهم إيه ممكن مثلا عندك هرسة البيت دي ببصوا أساسية جدا جدا بالذات في الفراخ البلدي أو الفراخ اللي هي الفايومي عاوز أقول لكم الفراخ أي نوع فراخ بلدي يا جماعة بيحب هرسة البيت جدا 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 كمان لو عندك شوية رز كده مثلا بيتين مثلا بقالهم كذا هون في التلاجة طلعوهم للبط طلعوهم للفراخ يلقط فيهم عاوز أقول لك برضو هتأخذ نفس إنتاج البيت بس ممكن يكون نصه عفوا آآ ممكن تأخذ نص الإنتاج بتاع البيت ما تأخذيش الإنتاج كله يعني أنت مثلا لو الفراخ مثلا عندك ما شاء الله عدد من الفراخ مثلا بتأخذ منهم عشرون بيضة تلاتين بيضة خمستاشر بيضة ممكن مثلا تأخذ مثلا النص آآ ممكن تأخذ لو هي بالبط مثلا خمستاشر هتأخذ منهم سبع بيضات هتأخذ منهم عشر بيضات آآ لو هي بالبط عندك تلاتين بيضة ممكن تأخذ خمستاشر بيضة آآ طبعا عاوز أقول لكم أن كمان الربة والبرسيم فيها نسبة مية فيها نسبة آآ الياب فيها نسبة بروتين تمانية وعشرين في المية دي طبعا حاجة الناس مااش عارفها أن البرسيم والربة سامحوني أن أنا عند حساسية على سدر وما نش قادر أتكلم فكل ما بتكلموا بعمل مجهود بطعب زيادة آآ عاوز أقول لكم أن البرسيم والربة فيه نسبة بروتين تمانية وعشرين في المية إحنا بيجيبشوا قارة العلف بمتين وسبعين جنيه آآ فيها نسبة بروتين واحد وعشرين في المية طب تعالوا نفكر كده في العلف العلف عبارة عن آآ كل الناس طبعا وبيجيب معاه طبعا داشت اللي هو الدورة الصفرة طبعا أنا واحدة من الناس كنت بفطروا طيوروا الصبح آآ عندي بزات الفراخ البلدي يعني كنت بخليهم يخرجوا ياكلوا ربة ويقعنوا ياكلوا كمان خضرة وكمان كنت ببقى أدخلهم العشي عشان ما يتروش قبل ما بنزل من على السطح كنت بحطوا لهم تقريبا كده كيلو من الدورة الصفرة بس طبعا المجروش آآ عاوز أقول لكم أن الدورة دلوقتي الصفرة المجروش بقى تمانية تسعة جنيه بدل ستة جنيه كنت أول من حوالي سنة كنت بجيبها باربعة جنيه بعد كده زادت اتنين جنيه والنهاردة زادت تلاتة جنيه يعني حسبوا طبعا تسعة في خمسة وعشرين نشوف بقى حق الشقارة كام معاك أنا كنت جايبة الشقارة من تقريبا من أسبوع بالزبطة وأسبوعون كنت جايبها مية واربعين طبعا الوقت غلى آآ بقى السعر للوقت حداشر جنيه أي نوع عالى في الوقت تنزل الجيبية حتى لو بالكيلو حتى لو أنتم متش هتشتري الشقارة آآ الكيلو دلوقتي بحداشر جنيه عجبك تغديها عجبك مش عجبك خلاص آآ وانا بجيب الشقارة الدشيش عاوز أقول لكم آآ إن المحل قال لي بمية وخمسة وسبعين جنيه هتشيليها هتشيليها مش هتشيليها سيبيها ففهميني إزاي دلوقتي بقيت المعاملة يعني طبعا دلوقتي العلف اللي هو النامي التسمين أنا ما بجيبش بصراحة للعلف ده آآ حتى للفراخ البيضاء يعني على طول بعض العلف اللي هو البادل اللي هو السمسم الأولاني ده بقى ديهم دية علطون ما بغيرش نوع الشقارة آآ عاوز أقول لكم إن الشقارة دي دلوقتي بيبتنوا سبعين جنيه اللي هو العلف النامي اللي هو التسمين سوبر واحد وعشرين في المية نسبة ببروتين آآ عاوز أقول لكم جميل جدا 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 لو أكلت كمان منه البط عاوز أقول لكم إن الشقارة دي كمان مخصوصة للبط مش للديوك بس فها جميلة جدا جدا ما شاء الله بس عاوز أقول لكم إن إحنا بقى آآ يعني نخيف شوية من موضوع العلف ده آآ نحول بقى كده يعني لو أنت هتجيبها بالربطة الربطة بجناء لو أنت هتجيبها بالشلق الشلق جوا شوية حلوين كده بخمسة جناء هتقفطري منها مسلا هتقسميها على يومين هتخرطيها بقى هتحطها لهم كده ما شاء الله هياكلوها آآ هتلاقي برضو إنتاج من البيضة عندك أزا كان بطة أو فرخ أزا كان بطة أو فرخ آآ تاني حاجة برضو هتلاقي إنتاج البيضة عندك كويس بس طبعا مزاي الأول طلع لس 7 بضغط أنا عاوز أقول لكم أننا النهاردة ما شاء الله ربنا يبارك يا رب طلع لس آآ 8 بضغط كنت مأكلة مبارح دي شيشة ومأكلة يا ربة ومأكلة كمان اللي هو الخضرة